طبعا إذا ما كانتش أبوها هو اللي الديني حنان وزوج اللي الديني حنان مين اللي الديني وسهيتها لما بتحس بدا مش بتطلب الحاجة عشان عاوزها لكن عشان تتأكد عليه إنه هو مؤثر وتثبت الحالة تثبت إنه هو أثر في ده أنا بقولك كل الكلام ده دي لإنه في بعض الأحيان بيجينا في الإرشاد الزواجي حاجة غريبة قوي اللي اتنين حاسين بإنه هم مظلومين والسبب إيه يقولك مفيش حاجة هو بس ما بيقومش بدوره وهي ما بتقومش بدوره وكل واحد شايف إنه هو ضح بكل اللي عنده على طول إحنا لازم نبصه في النشأ كانت شكلها إيه طيب لو زوج قدرك إنه هو بيتعامل مع زوجة وهي بتعاني من أزمة في فترة التنشأ إيه الطريقة المناسبة للتعامل معها أول حاجة لازم نعرف إن النسبة كبيرة من الأزواج بيعانوا من المسألة دي في حياتنا وهو ده اللي أنا برصده لكم وبقوله لكم أنا كلامي كله جاي من الغرف الساخنة الساخنة بإيه؟ الساخنة بالأوجاع والألام والمتاعد لأن النسبة كبيرة بتيجي من أسرة المنشأ وهي إيه اللي حصل؟ ما حصل لهاش الإشباع فيجينا بالعواطف النقصة وبالجروح الملتهبة وعندهم نقص فجيين علاقة الزواج بالنسبة لهم علاقة تعويضية من الدرجة الأولى عندهم أمل يتحقق لهم فيها اللي نقصهم على فكرة ده مش عيب لكن المهم إزاي نستقبل المشكلة دي ويكون عندنا سمود نفسي يعني مش عيب إن إحنا نكون حاسين بإن إحنا محتاجين عواطف لكن إحنا استقبلناها إزاي اللي حصل إن هي في فترة التنشئة وهو فترة التنشئة ما كانش عندهم السمود النفسي الكافي فبتحصل التشوهات بقى وبعض الناس بيحصل لهم إيه اللي حصل؟ بيحصل لهم بسبب ده الجوع اللي هو يحصل لهم حاجة اسمها أنا بسميها حاجة كده زي السقب الأسود ما يشبعوش عواطف ويبقى عندهم إحساس إن هم لازم عواطف 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 وأحسيس طول الوقت مين اللي شافوه؟ ويبقى عندهم إحساس بإن هم عندهم حق ويا سلام بقى لما تعلن مسائل ونوصل لحالة لما يكونوا هم ما عندهمش الصلابة الكافية ولا عندهم اللي بيسموه على ما نفسه الريزيليانس اللي هو السمود النفسي الكافي يحصل لهم بقى تشوهات كبيرة وللأسف من التشوهات اللي بتحصل عند بعض الناس اللي بيعانوا من الجوع العاطفي في أسرة المنشأ إنهم بيزيد عندهم شعور مظلومية بقى وينتج عنه الإحباط ثم الغضب لسنوات طويلة وده ممكن يسبب الغضب المكتوم اللي في بعض الأحيين ممكن ينفجر في أي وقت ويصبح الشخص ده شديد الحساسية وقابل للاشتعال من أي كلمة فيقولوا احنا ما عملناش حاجة يقولوا لي والله ما حصلش حاجة أنا ما عرفش حصلها كده ليه لأن هي جاهزة ليستعال وهنا بيحصل على مدى سنين ويحصل احتياج للعلاج ولكن بلطف بالنسبة للرجالة بيكون عندهم تكتيكي إن هو يتعامل مع الستة لما تكون ملتهبة أنا مش موافق عليه ولا حضرة النبي موافق عليه اللي هو تكتيكي إيه إنها أسيبها لغاية ما تهدأ أسيبها لغاية ما الالتهاب ده يهدأ رسول الله ما كانش كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لسا إيه ده عائشة وهي لسا بتفكر وهي زعلانة لسا ما قالتش إن هي زعلانة يقول لها إني لأعلم مات تكوني عني راضية ومات تكوني عني ساخطة إذا قلت لا ورب محمد كنت عني راضية وإذا قلت لا ورب إبراهيم كنت عني ساخطة فعلى طول طرق السيدة عائشة وتقول له والله لا أهجر إلا اسمك يا رسول الله لأنه ما سبهاش لغاية ما توصل من الالتهاب إلى درجة الغلايان الرجالة لازم يفهموا هذا إن التكتيك ده تكتيك أنا آسف تكتيك قاتل إن أنت تسيبها تهدى لوحدها هي مش هتهدى لأن هي في الحقيقة مش محتاجة إن هي تسكت هي محتاجة إن هي تحتضن هي محتاجة الاحتواء محتاجة الطبطبة محتاجة الحنية يبقى لازم الزوج يسمعها ويحتويها وهنا هيلاقي من أهم الحاجات اللي إحنا رصدينها أنا ليه بقول لكم ده لأنه لما يجي حد يقول لي أيوه هو ده اللي بيحصل عندنا في البيت أقول له تعالي عشان أقولك تعمل إيه وهنا هيتكرر طلب الطلاق من الطرف اللي حساس وخاصة اللي شعر بالمصدومية لأنه بيقول إيه أنا طول عمري بعاني من الإهمال ومن الظلم وهيحصل كمان ده في الجواز طب ده كان بيحصل مع أبو يا أمي كمان هيحصل في الجواز كلكم ظلمني وكلكم بتقسوا عليا وكلكم بتجرحوني وكلكم بتقزوني أنا عارف أنا سامح حتى بيقول آه دلوقتي هو هيسيب كل الكلام اللي أنا كنت بوصفه إنه هو في حاجات هو مسؤول عنها وهيمسك في إنه هو بوصف حالته